السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالموقع الرسمي كما عودتكم سبب اقصاء بكاري جسامة من التحكيم كأس العالم 2022 أتمام من أخوانا وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة وهيا بنا نقول هذا الخبر كما عودتكم أمس أنا سمعت هذا باللايف هذا الخبر ولكن سمعته من الأشخاص ولكن اليوم أنا جبته من الموقع الرسمي فعلا تم اقصاء الحكم بكاري جسامة تداولت عدة مواقع خبرية خبر اقصاء الحكم بكاري جسامة من التحكيم في كأس العالم 2022 منديال قطر لما نشوف بماذا أشار ناشطون بمواقع التواصل الاجتماع حول هذا الخبر أثمر بوضع حد للحكم الذي عبث بنتيجة المباراة الفاصلة بين الجزائر والكاميرون طب يلا ندخل من المزبوط خاصة أن الجزائر كانت قد لجأت إلى وكالة متخصصة في تحليل المباراة هذه الأخيرة توصلت في تقريرها إلى أن الحكم لم يكن محايدا وتحيزه كان مفضوحا ومن جهة أخرى أشارت تقارير إلى أن الفيفا قررت استبعاد الحكم الجامبي بكاري جسامة من نهاية كأس العالم قطر 2022 وأن الاستبعاد جاء بسبب عدم نجاحه في اختبار اللياقة البدنية برضو ما ألوش أنه هو بسبب التحكيم ولا بسبب الرشوة ولا الفساد قالوا أن استبعاده بسبب عدم نجاحه في اختبار اللياقة البدنية طبعا إحنا بنتمنى له العقاب الشديد كما عودتكم أني أنا ناقلة أخبار سوف أرسل لكم الأخبار كلها أول بأول بمواقعها الرسمية هيا بنا الآن بعد هذا الفيديو فيديو مباشرة انتظروني تصريحات مهمة جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتظر أرأكم وتعليقاتكم تحت هذا ترجمة نانسي قنقر